ستخرج الآن من منزلك لتلتقي بصديق أو قريب في مكان ما سؤالي هو هل ستلبس الكمامة أم لا؟ في هذا الفيديو سأبحث هذا السؤال وأعرف مدى فائدة الكمامة في حياتنا اليومية لكني قبل البدع بالتجربة أحتاج لي أكون في مكان مختلف نوعا ما سأكون في مقهى في هذا المقهى سألبس أنا الكمامة وأنا اللي بسيط بدون كمامة وبطبق كامل التجربة ولا راح ألبس أي كمامة وأنا مستعد لبدء التجربة فكرة التجربة هي لقياس قدرة الكمامة في الحد من انتشار العدوى ولذلك قمنا بتجربة الكمامة بثلاث حالات مختلفة حضرنا مجسم ووضعنا عليه الطبق الأحمر في منطقة التقاط العدوى وتحديدا في منطقة الفم والأنف وضعناه على بعد متر واحد قمت مرة بالكلام وبالسعال وكذلك العطاس مرة بدون كمامة والأخرى كانت بالكمامة أرسلنا العينات الست للمختبر الأقليمي بمدينة الرياض التابع لوزارة الصحة وهو يعد الأكبر في المملكة العربية السعودية وفي الشرق الأوسط في المختبر تم تصنيف العينات ووضعها داخل الحاضنة المخصصة والتي تساعد في تسريع نمو البكتيريا على العينات خلال فترة الحضانة مرت 48 ساعة وخرجت العينات من المختبر وكان الفرق شاسع بين لبس الكمامة وتركها قبل عرض النتائج سألت الدكتور علاء العلي وهو رئيس قسم الأمراض المؤدية بمدينة الملك سعودة الطبية وكان سؤالي عن الكمامة ببساطة ليش نلبس الكمامة؟ الكمامة تعتبر أحد وسائل الحماية والدفاع من هذا الفيروس طبعاً الرداد ينتقل بين الشخص والشخص الآخر وتحدث العدوى فبالتالي الكمامة تقوم بمنع هذا الانتقال وهي أداة بسيطة ووسيلة سهلة وغير مكلفة حقيقة ولكن نتائجها كبيرة جداً استعرضت النتائج مع الدكتور والفرق بينها واضح جداً فالصور العليا هي العينات اللي كانت بلبس الكمامة أم اللي تحت فهي كانت بدون كمامة زي ما انتم شايفين واضح تماماً أن مع الكمامة سواء في الكلام أو في الكحة أو في العطاس النتيجة سليمة الحمد لله رب العالمين لكن في حالة عدم وجود الكمامة ما كان فيه فلتر أو مصد يصد الرداد هذا لو نلاحظ أن الكلام والكحة والعطاس كلها نشرت العدوى تجربة اللي انتم سويتوها حقيقة أثبات أنا ما عد أعتقد أن فيه الآن ممكن أني أنا أسوي شيء أو أي أحد يسوي شيء إضافي ويثبت للناس همية الكمامة الآن الكمامة مهمة جداً ففي المرة القادمة التي تفكر فيها بنزع الكمامة تذكر جيداً هذه النتيجة أنتم عارفين أن شعار المجتمع حالياً هو نعود بحذر نحتاج اهتمام زيائد في موضوع الحذر لبس الكمامة مهم جداً للشخص وللآخرين نأمل بإذن الله تعالى أن يكون الالتزام موجود ونأمل بإذن الله تعالى أن تستمر انخفاض الحالات بسبب هذا الوعي المنتظر بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر